الجائزة الثالثة وهقف شوية عندها الجائزة الثالثة كانت لمحمود عبد المنعم كهرباء وهدفه الرائع جداً كأفضل هدف في 2023 في القارة الأفريقية هدفه الرائع جداً فيه الهلال السوداني ليه هقف عندها شوية؟ كهرباء الموسم الماضي لو تتذكروا كان جاي من فترة غياب طويلة جداً بسبب مشاكل كثيرة وأمور كثيرة جداً سبع تامن شهور ما كانش لمس الكورة ما كانش لمس الكورة ودخل وانضم مع النادي الأهلي فجأة بقى واحد من هدفين النادي الأهلي وفي رأي الفضل الأول في ده بجانب طبعاً مجهوده وشغله وتعبه وكرم ربنا ليه مرس الكورة للمديل الفني إزاي تصق فيه وإزاي تلعبه في مكان أصلاً ومش مكانه ولوه كمهاجم مش جداحة ويقدي ويبقى واحد من هدفين النادي الأهلي ظروف صعبة كتير تعرض لها كهرباء منها ما هو مسؤول عنها طبعاً طبعاً منها كتير ومنها أحياناً ظلم شوية أحياناً تم المبلغة معاه شوية في بعض الأمور مش باتكلم على فكرة على قصته مع الزمالك لا لا باتكلم على الانتقادات اللي أجد ليه في الملعب وخارج الملعب تفاصيل كثيرة قصته مع الزمالك دي وحق لنادي الزمالك ووقده بالقانون زي بيقوله فخلاص دي ما فيهاش نقاط يتحطها على جنب باتكلم النزول من أحياناً أنه الناس كانت أحياناً تبالغ في نقده تبالغ في الهجوم عليه كهرباء أصلاً كهرباء بيعمل إيه خارج الملعب وكهرباء داخل ملعب بيتنرفز إزاي وكهرباء صلقين مش منتزم وكهرباء مش عارف إيه أهو من حي صلقين يدري ربنا كرم وبجول حلو جول حلو خلاها ياخد جايزة ضمن الجواز النهاردة في 2023 عشرين جايزة يفرح بيها طول حياته ويتشرب بيها بص جايزة كهرباء تحديداً مش عايزة أقول كلام كبير وعريض وواسع وحي كده بس هو كرم ربنا قولوا مهما تقولوا ويتكلموا زي ما تتكلموا وعوضوا إن بيشوا في حياة البناء آدم في الآخر ربنا بيكرمك حرفياً من حيث لا تدري هو لا خد هدف البطولة ولا خد أفضل لعب ولا خد أي حاجة بس جول جايب وحلو بقى معه جايزة زي الناس اللي خيات جوايزة النهاردة